تعد محافظة ذيقار من بين المحافظات الأكثر تسجيلاً لحوادث السير لكون ما يسمى بطريق الموت يمر بها وهو جزء من الطريق الدولي السريع الذي يربط المحافظات الجنوبية بالوسطى والعاصمة بغداد وأكد مواطنون أن أسباب الحوادث المرورية تكمن في السرعة المفرطة لأصحاب المركبات وعدم وجود رادارات للمراقبة إضافة إلى أن أغلب الطرق متهالكة وتفتقر لللوحات التعريفية حيدر حنون والتفاصيل حوادث السير إرهاباً من نوع آخر يحصد أرواح الأبرياء من المواطنين في ظل عدم وجود الإجراءات الحكومية الرادعة للحد من سرعة المركبات حيث إن محافظة ذيقار تسجل أرقام مخيفة في أعداد الضحايا والمصابين بحسب إحصائيات دائرة صحة ذيقار تشير الإحصائيات الرسمية لمستشفى الناصرية التعليمي بتسجيل حوالي أكثر من 6900 إصابة لحوادث المرور حيث سجل شهر آيار من عام 2022 الأكثر عدداً وسجلت لشهر كانون ثاني حوالي 600 إصابة حيث تم استقبال هؤلاء المصابين في وحدة الطوارئ وتم تقديم الخدمات الطبيعة والصحية والإدارية المتكاملة لهم يرى مراقبون إن أسباب الحوادث المرورية تكمن في السرعة المفرطة لأصحاب المركبات وعدم وجود لادارات للمراقبة في الطرق الخارجية وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية وتطبيق القوانين حيث إن أغلب الطرق متهالكة وتفتقر للوحات التعريفية بالإضافة إلى الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى هي ذات ممراً واحد وتفتقر إلى الإنارة مما يزيد من الحوادث المرورية للأسف بلا من الأخير انتشرت الحوادث المرورية داخل المحافظة الثقار وخصوصها بطرق الخارجية والطرق الداخلية يعني بين الحين والآخر تسجل دائرة الصحة بالمحافظة أرقام مخيفة ومرعبة بنفس الوقت من 500 إلى 600 إصابة شهرياً هذا عدد يعني جداً كبير يحتاج إلى وقفة من الجهات المعنية الأسباب معروفة اللي هو طريق السايد الواحد الأسباب الأخرى اللي هو نتيجة التخسفات نتيجة الشوارع المتهالكة والقديمة تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى تعديل للأسف لم نشاهد طبعاً مراعاة لحياة الناس ولا لأرواح الناس التي تزهق أصبحت بشكل شبه يومي بمحافظة الثقار أول شغلة المرور لا عندها رادار تخطيط إشارات حيث تخصير بها بالكامل الشوارع أغلبها ما مخططة ومكسرة شغلة الثانية المواطن السرعة الزايدة اللي جاء حتى بداخل المدينة هاي هو سرعة زايدة والمرور ما جاء يحاسبهم هاي شغلة اللاية الأبيض اللي هو اسم الزنون اللي هذا سبب عمع عشوائي هذا هو اللي جاء سبب حوالف السير عكس الاتجاه وتبقى أرواح الناس رهينة وعي السائق ومدى اهتمام الجهات المعنية بالصيانة الدورية للطرقات ومحاسبة من يخالف إجراءات السلامة لقناة الصراح الدين حيدر حنون الناصرية